أثار الرصاص تبدو واضحة على سيارة بعثة الأمم المتحدة والتي تعرضت لإطلاق نار من طرف قناصة خلال توجهها إلى أحد المواقع التي يشتبه في تعرضها لهجوم بغازات سامة خبراء الأمم المتحدة الذين توجهوا إلى مناطق واقعة بالقرب من دمشق تمكنوا من جمع عينة ستسمح لهم بإجراء تحقيقاتهم بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ما قد يعطي الضوء الأخضر لاحتمال شن ضربات عسكرية ضد دمشق الأمر الذي ترفضه روسيا مؤكدة أن أي تدخل في سوريا دون موافقة الأمم المتحدة يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي من جهتها اتهمت الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها جونكيري اتهمت نظام بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري كيري قال معنى هذا الهجوم يتعدى الصراع القائم في سوريا والذي جلب المعاناة للأسر السورية هذا يتعلق باستخدام أسلحة كيميائية أجمع العالم على أن لا تستخدم أبدا وهذه قناعة مشتركة بين العديد من الدول ميدانيا أظهرت أشريطة فيديو مصورة بثها ناشطون على الأنترنت تواصل المعارك بين قوات الجيش الحر والقوات النظامية حيث قصفت مناطق متفرقة من زملك وجوبر قال عناصر الجيش الحر إنها استادفت مواقع حكومية ترجمة نانسي قنقر